منذ بداية أعمال هذه الدورة سعينا جميعا على أن نبني قاعدة من الاحترام المتبادل فيما بيننا وفي التعبير عن مواقفنا وأرائنا مهما اختلفت هذه الأراء أو تباينت ضمن حدود النظام الداخلي المستمد من دستورنا ولكن أي تطاول على هيبة وسمعة المجلس لن أسمح بها ولن يسمح هذا المجلس فكرامة كل زميل في هذا المجلس هي كرامتنا جميعا وهيبة المجلس هي هيبتنا جميعا وهيبة وصورة وهي جزء من صورة الدولة التي نعتز ونفتخر بها صدر هذا المجلس يتسع إلى كل الأراء وكل المواقف مهما اختلفنا فيما بيننا ومهما تباينت الأراء إلا أن الاحترام واحترام الرأي الآخر هو السائد تحت هذه القبة أما ما سمعته وشاهدته في فيديوهات نشرت لم أشاهدها تحت قبة البرلمان كما هو الحال لغالبي العظمى من زملائي عن الفاظ صدرت بحق هذا المجلس وبحق الزملاء في هذا المجلس هذا أمر مرفوض وتم تحويل هذا هذه الواقع إلى اللجنة القانونية التي ضمنت بمذكرة خطية أخيلت إليها وقد شرعت يوم أمس بالتحقيق وهي الآن ما زالت تباشر عملها وسنضع المجلس بالتقرير الذي سيصدر عن اللجنة القانونية هي بيتخذ المجلس رأيه بما صدر وما نسب إلى الزميل أسامة في الجلسة السابقة وشكرا الأمين العام تفضل